السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشرح النهاردة بازن الله تعرف ازاي تزبط الاقسام عندك في المدونة بتاعتك. الاقسام ديت اسمها التسميات. يعني الاقسام في بلوجر اسمها تسميات. طيب ازاي نزبط الاقسام زي كده? مسلا بلوجر وردوبريس الرابح دورات معاقع مفيدة وهكذا الى اخره. في الاول كده ان شاء الله انا هستخدم معاك قالب كون مدون اللي شرحته قبل كده. وقالب جي ام. ازاي نضيف الاقسام هنا. وازاي نضيف الاقسام هنا. طيب في الاول كده انا مسلا هعمل موضوع جديد. هنا بكتب اسم الموضوع زي ما شرحت قبل كده. مسلا هكتبه اسم اسم الموضوع. هنا بكتب اللي انا عايزه والصور والفيديو واي حاجة انت عايز اضيفها بيضيفها هنا. هنا بقى التسميات اللي احنا هنشرحها النهاردة. دلوقتي الموضوع مسلا ده بتكلم عن واتساب. واتساب. او اي موضوع مسلا ده بتكلم عن الواتساب. فهكتب هنا ايه? كسم اسمه مسلا واتساب او كسم مسلا تطبيقات او اي كسم انت عايزه. اللي انت عايزه اعمله. بس طبعا كل قسم مخصص ليه. انا مسلا دلوقتي بعمل ايه? اه موضوع عن اه الربح من الانترنت. فبالتالي اكيد هيخلي القسم بتاعي او التسمية بتاعته اسمها الربح او الربح من الانترنت كمثال. المهم اي اسم انت عايزه بس بيتل عليه. يعني كل موضوع بتضيفه في القسم المخصص ليه. بتكلم عن الالعاب بضيفه في قسم الالعاب. بتكلم عن البرامج هضيفه في قسم البرامج. اللي انت عايزه اكتابه. دلوقتي ده بتكلم عن الواتساب فانا هكتب ايه? مسلا واتساب. او مسلا شرحات واتساب. ايه اللي انت حايزه? هدوس واتساب خلاص كده واتساب تمام? هضيف قسم واتساب اضغط على تم. كده انا ضفت الموضوع في قسم واتساب. انا طبعا مش هشرح الوصف ولا الرابط لا انا هشرح بس ازاي تعمل التسميع. لان انا شرحت كل حاجة في مواضيع سابق. انا اضيف قسم واتساب خلاص. نشر. اه وهينشر معي. طب انا عايز اضيف الموضوع ده في قسمين? قسم واتساب وقسم تاني اسم مسلا شرحات. كمثال مسلا قسم واتساب وقسم شرحات. بضيف هنا وادوس تم. يبقى انا كده الموضوع ده هيتضاف في قسم واتساب وقسم شرحات زي ما انت شايف كده. خلاص كده تمام. اه ادوس على نشر وتعال نشوف مع بعضنا الموضوع هيبقى عامل ازاي? هفتح الموضوع. ده الموضوع بتاعي. انا عايز اضيفه طبقا عايز اعمل قسم هنا اسميه واتساب. اعمله ازاي? باجي هنا على المظهر طبعا ده قالب كون مدون. ايجي هنا على المظهر. تعديد اتش تيم ايجي هنا. انزل تحت افضل انزل تحت كده لغاية ما اوصل للمكان اللي هو ده. اللي فيه الاقسام. انتصل بنا اللي هي اللي فوق دي اللي انا هنزل تحت شوية. هي الاقسام هي زي ما انت شايفة. دي الاقسام اللي عندي. دلوقات انا عايز اضيف القسم اللي هو عايز اضيفه مع الاقسام دي اعمل ايه? باجي هنا ده الموضوع. مكتوب هنا واتساب. صح كده ده اسم التسمية اللي انا عملته. اضغط عليه مرة واحدة. انسخ ده كده. او اعزي في دي كده. وانسخ القسم ده كله. باجي هنا طبعا خليه مش هنسخ دلوقات ثواني. هنسخ اي حاجة من دول. واضيفه ايه هنا. مش بالترتيب. عايز تاخد ده وتضيفه اي مكان هنا عادي براحتك. انا مسلا هنضيفه هنا. امسح الكلمة دي. هكتب بلوجر. ميس هكتب ايه? سوري اكتب واتساب. وهمسح الربط ده كده. واضيف مكان هنا قرار الربط ده. او اعمل ايه ممكن? امسح دي كده. لغاية علامة الاستفهام دي. وانسخ ده. واضيفه هنا قبل علامة الاستفهام. وادوسه على ايه? على حفظ. الواجه هنا افتح عرض المدونة. لو تصرح ازينا ظهر لي واتساب. اضغط هنا على واتساب. ظهر لي الكسر اللي هو واتساب. كده اظن كده تمام. كده فهمنا. او ممكن اعمل ايه لو انت مسلا مش عندك اللي هي اللي هي منور علامة الاستفهام لغاية الاخر. عادي جدا ممكن ننسح ده خالص كده. ونيجي هنا على القسم واتساب. امسح من اول علامة الاستفهام دي للاخر امسحها خالص وانسخ ده كده. واجه هنا اضيفه هنا. وادوس. حفظ. نفس الكلام برضو هيحفظ. مع اعمل الصفحة. دخلنا هنا على واتساب. نفس الفكرة برضو تعملها في اي اقصان تانية. اظن كده تفهمنا ازاي نعمل القسم بسهولة جدا. طيب ازاي بقى نعمل القسم هنا في قالب اه جي ام. نمسح ده خالص كده مش عايزه. قالب جي ام. قالب جي ام ده اه مميز في حاجات كتير. وانا شرحته برضو عنه الموضوع كامل. باجي هنا على التخطيط. قالب جي ام مش محتاج ان انت تتعدل عليه من الاكواهات زي كده في قالب كل مدول. لا انت تتعدى عليه من التخطيط. هو صاحب القلب مسهل عليك الدنيا خالص. اجي هنا على اللي هي الاقسام. آآ طب سابعنا في الاول كده معلش. هنضيف اي موضوع. مسلا اه طريقة عمل مكارونا بالبشاميل. اكتب هنا اللي انا التسمية ايه? الكسم بتاعها. مسلا اه مكارونا. مسلا هسميه مكارونا. اسم الكسم مكارونا. اللي هيضغط على كلمة مكارونا. في الاقسام من هنا هيدخل على كل الموضوع اللي فيها مكارونا. اهو مسلا المكارونا اضغط تام خلاص هزبط كل حاجة عندي وادوس على نشر. خلاص كده تمام عرض المدونة. الموضوع اضاف معايا. عايز زف الكسمة هنا. بعمل ايه? بروح هنا على التخطيط. وهنا الكاتوري. وهنا بزبط الاقسام بتاعتها. عايز ضف هنا الكسم. باكتب ايه? مكتوب هنا اسم الموقع الجديد. اكتب اسم التسمية اللي انا عايزه. اكتب مكارونا. او اي اسم تاني عادي براحتك انت. براحتك. اكتب مسلا مكارونا. وبعد كده هدخل هنا اه على الموضوع نفسه او اضغط هنا على مكارونا. وضغط هنا على مكارونا مسلا فتحتها في صفحة جديدة. هنسخ الكسم بتاعها. او ادخل على الموضوع نفسه. ولو لقيت كسم مكارونا موجود اهو مكارونا موجودة اهو. اضغط عليه برضو هيفتح معي نفس الرابط. بعمل ايه? بنسخ ده كده. واروح هنا على التخطيط. بامسح دي كده. واضيف الكسم. تمام? تمام. بضغط هنا في اي حيطة فاضي هنا عشان يزهر لي اضافة ارتباط. اضافة ارتباط خلاص كده الكسم اضاف معي. اضغط على حفظ. حفظ الترتيب. عرض المدونة. لو تلاحظ كده عني مكارونا اخر الاخبار الاربعمائة واربعة. كسم مكارونا اضاف معي. لو ضغط هنا على اخر الاخبار مش هلاقي اي حاجة خالص. فاضية صح? لا ده اتعمل سيرش. اتعمل سيرش. سيبك من دي خالص. لو ضغط هنا على مكارونا هيزهر لي كسم مكارونا. لو مسحنا هنا عشان برضو مش عايزة تتلخبط. هبسح اخر الاخبار واربعمائة اربعة اضغط على واعمل حفظ. عرض المدونة. كسم مكارونا. اضغط على كسم مكارونا بيزهر لي الكسم اللي هو مكارونا. طب لو ضغطت على قسم تاني. لا مش هليه. مكارونا طرامة انا ما ضفتش الموضوع نفسه في قسم مكارونا. اظن كده انا سهلت عليك الشرح خالص وفهمت ازاي تعمل القسم بتاعك من الاكواد وازاي تعمل القسم بتاعك او التسمية بتاعتك من التخطيط على حسب طبعا القلب اللي معاك. اه اتمنى تكون اشتراح اجابكم. لو عندك اي سوصار اكتبو. وان شاء الله هارض عليكم. لو عجبك الفيديو هنستاش تعمل لايك واشتراح في القناة حشان تتابع كل الفيديوات الجديدة. واستكمال دورة بلوجر ان شاء الله هنعمل شرحات كتير جدا وسهلة للمبتدئين ومن محترفين ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.